السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء وطلاب متوسط للأكنان صف الثالث متوسط كتابكم الكيمياء موضوعنا تحضير غاز الأستيلين الأستيلين صيغته الجزائية C2H2 صيغته كمركب اللي هو كاربون آسرة ثلاثية تساهمية ترتبط آسرة مفردة مع هيدروجين آسرة مفردة مع هيدروجين وعلمتكم كل ذرة كاربون يجب أن تكون ارتباطها بأربع أواصر تساهمية نحسب 1-2-3-4 كل ذرة كاربون ترتبط بأربع أواصر تساهمية هو مركب هيدروكوربوني صيغته C2H2 ترتبط ذرة الكاربون فيه بآسرة تساهمية ثلاثية هو صنف لهايدروكوربون غير مشبع تسمى الألقينات تحضيره من الأسئلة الوزارية المهمة اللي هو تحضير غاز الأسترين مع ذكر المعادلة ورسم الجهاز صفحة 97 صفحة 98 بالكتاب لخصت لكم الشرح يحضر الأسترين في المختبر من تفاعل كاربيد الكاليسيوم CAC2 مع الماء هذه الطريقة أيضا تعتبر طريقة صناعية في الوقت نفسه معادلة التفاعل CAC2 اللي هي كاربيد الكاليسيوم صيغته زائدًا الماء سهم التفاعل C2H2 هو غاز الأسترين السهم للأعلى تعني لي أنه هو مادة غاز زائدًا في دورق التحضير ويضاف إليه الماء من خلال أمبوب المقمع الأمبوب المقمع نسكب من خلال الماء ببطء تدريجيا نلاحظ حدوث تفاعل وخروج غاز الأسترين الذي يجمع من القنينة بإزاحة الماء إلى الأسفل جهاز التحضير اللي هو الدورق سدات مطاطي أمبوب مقمع أمبوب توصيل يصل إلى حوض فيه ماء وكأس مقلوب للأسفل وضعنا كاربيد الكاليسيوم من خلال أمبوب المقمع سكب من الماء تدريجيا نلاحظ ظهور فقاعات اللي هو غاز الأسترين نجي ندرس خواز غاز الأسترين خواز غاز الأسترين غاز عديم اللون ذو رائحة كريهة تشبه رائحة الثوم إحنا جمعنا بإزاحة الماء إلى الأسفل إذن هو لا يذوب في الماء يشتعل في الهواء بلهب داخل انتبهوا على هذه النقاط يشتعل في الهواء بلهب داخل لأنه الهواء بيش هوائب فيما يشتعل في الأوكسجين بلهب أزرق باهد مع تولد حرارة عالية كما في المعادلة C2H2 غاز الأسترين زائدا الأوكسجين اللي هو الأوكسجين النقي بالتسخين ينطيني ثانيكس الكربون والماء زائد طاقة حرارية إذن ميزت من تجي فراغ أو تجي نقطة إذا اشتعلها بالهواء يكون لونه بلهب داخل يشتعل في الأوكسجين بلهب أزرق باهد يتفاعل مع ماء البروم الأحمر ويزيل لونه إذن هذه النقطة نقدر نعتبرها تعليل نقدر نعتبرها نقطة ميز ما بيناتها ما بين الميثان الأسترين والميثان ليش يتفاعل مع ماء البروم الأحمر ويزيل لونه كونه هيدروكربونات غير مشبع ذو آسرة ثلاثية لذلك يتفاعل مع ماء البروم الأحمر ويزيل لونه الأحمر سؤال وزاري مهم السؤال تيجي إلى الصياغ كيف يتم التمييز بين الميثان أو أقول الألكان والأسترين أو نسميها الألكاينات مثل ما علمتكم بين الميثان والأثلين عند إضافة ماء البروم الأحمر إلى الأسترين الألكاينات نلاحظ حدوث دفاعل واختفاء لون ماء البروم الأحمر عند إضافة ماء البروم إلى الميثان الألكان نلاحظ عدم اختفاء ماء البروم الأحمر لونه لماذا؟ لأنه لا يحدث تفاعل إذن مع الميثان لا يحدث تفاعل المعادلة اللفظية اللي هي استيلين ماء البروم الأحمر نلاحظ يختفي اللون الأحمر الميثان ماء البروم الأحمر نلاحظ أنه لا يختفي اللون الأحمر لأنه الميثان هيدروكوربون مشبع اذكر استعمالات الأستلين يستعمل مزيج الغاز والأكسجين في توليد الشعلة المسمات بالشعلة الأكسي أستلينية هذه تجي فراغات تستخدم في قطع المعادن ولحمها استخدامات هذه الشعلة وقلت لكم مهم وزاريا ما تجدي فراغات أو أقول لك اذكر استعمالات الشعلة الأكسي أستلينية يستعمل الغاز كمادة أولية في صناعة أنواع من المطاط والبلاستيك وحامض الخليك هذه استعمالات غاز الأستلين وتحضيره وشون قدرنا نميز ما بين الميثان اللي هو الهايدروكوربون المشبع والأستلين اللي هو الهايدروكوربون غير المشبع